قالت وزارة البنية التحتية في كييف أن 165 سفينة تحمل سلاسة وسبعة من عشر مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في الثاني والعشرين من يوليو الماضي أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية قد تراجعت بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغزاء عالميا وأثار المخاوف من نقص الغزاء في إفريقيا والشرق الأوسط أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم شن هجوم على محور نيكولاييف كريوف رونكا وأكدت وزارة الدفاع أنه تم القضاء على نحو 100 جنديا أوكراني في منطقة زابوريجيا كما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق دونتسك 110 عسكريين وفي مقطع تيحار كيف وخرسون قتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربات مركزة ودقيقة تتزايد المطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مدينة إزيوم شرق أوكرانيا يأتي هذا في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المدينة ودعت رئاسة تشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب بعد العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إزيوم استعادة الجيش الأوكراني لعدد من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية كانت بمثابة الفرحة التي لم تكتمل للأوكرانيين فشعور السعادة بالانتصار تغلبت عليه دموع الفقدان للعديد من المواطنين الأوكرانيين خاصة بعد اكتشاف المقبرة الجماعية في إزيوم التي كانت تحتوي على أكثر من أربعمائة جثة لمواطنين تم قتلهم مشهد المقبرة الجماعية في إزيوم يعد المشهد الإنساني الأسوأ في الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي حيث تحولت بصلة الأوكرانيين من البحث عن منازلهم عقب انسحاب القوات الروسية إلى البحث عن ذويهم وأصدقائهم بين جثث القتلى في المقبرة الجماعية ليتجدد الألم وينتهي الأمل بعودة أي منهم فرق الطوارئ وصلت استخراج مئات الجثث من المقبرة ورغم عدم معرفة أسباب الوفاة في تلك المقبرة الجماعية إلا أن السكان المحليين أكدوا أن بعض القتلى لقوا حتفهم في غارة جوية فيما قالت السلطات الأوكرانية إن جثة واحدة على الأقل كانت مقيدة اليدين وتوجد علامات حبال على الرقبة الرئيس الأوكراني ذولوديمير زيلينيسكي كشف أن المحققين عثروا على أدلة جديدة على استخدام التعذيب مع المدفونين في إيزيوم وهي واحدة من أكثر من عشرين بلدة استعادتها القوات الأوكرانية وذلك في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد أما في موسكو فلم يصدر أي رد على اكتشاف المقابر مؤكدين أن القوات الروسية لم ترتكب أي جرائم في الحرب أو استهداف مدنيين فيما قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية الهجوم الأوكراني المضاد السريع محذراً من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغوط وهو ما يؤكد أن الأزمة الأوكرانية لم تعد تقترب من نهايتها وأن مزيداً من الأحداث سوف تشهدها الفترة القادمة حث الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية التكتيكية في أعقاب ما وصفه بالنكسات في أوكرانيا وقال بايدن أن رد الولايات المتحدة سيكون طبعاً لذلك لكنهم تنعى عن الإدلاء بتفاصيل لافتاً إلى أن روسيا ستصبح منبوزة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت ماضى وكان الرئيس الروسي قد حذر من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط مما أثر مخوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقلدية مثل الأسلحة النووية أو الكيميائية الصغيرة ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا وسعت على الأرجح نطاق المواقع التي استعدت لضربها في أوكرانيا في خطوة تهدف لإضعاف معلويات شعب وحكومة أوكرانيا وذكرت الوزارة في إفادة مخابرتية يومية أن روسيا زادت من استهدف البنية التحتية المدنية في الأيام السبعة المنقضية حتى في مناطق لا تعتبرها ذات تأثيرا عسكري فوري وأشارت الوزارة إلى أن فئة هي المهمة تضمنت ضربات استهدفات شبكة الكهرباء وسدا على نهر هناك في منطقة كريفيري دعا وزير خارجية لتوانيا إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه يريد إرسال فارق إلى مدينة إزيوم الأوكرانية للتحقق من مقبرة جماعية عتر فيها على أكثر من 440 قبرا ومن جهته جدد الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلازكي المطالبة بإدراك روسيا في لائحة الدول الداعمة للإرهاب قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلست أن أستراليا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وفرضت أستراليا منذ بداية الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد وزودت أستراليا أيضا أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية في الوقت الذي حذرت فيه صدرات خامات الألمونيوم إلى روسيا تاقد الصين وروسيا الجولة 17 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين بكين والأولى منذ الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الصينية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشارك في المشاورات التي ستقرى على مدار يومين بدعوة من كبير مسؤولي السياسة الخارجية يانجيتشي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني كو شينكون وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المشاورات الأمنية الاستراتيجية الأخيرة بين البلدين عقدت في مايو 2021 في روسيا وكان الرئيس الصيني شيجان بينغا قد أكد استعداد فيك لتقديم دعم قوي لروسيا في الأمور المتعلقة بمصالحها الأساسية ومن جهته أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره وضيفا أنه تجد هناك دول أخرى تسعى للقيام بذلك وأشار بيسكوف إلى التطابق الكامل في موقف روسيا والصين من مختلف الأعمال الاستفزازية الصادرة عن الولايات المتحدة مؤكدا أن موسكو وبيكين متفقتان على أن مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار غير مسؤول موسيقى